اهلا بكم المشروع التي نراه عليها الآن يتكون من أربعة أبراج جائسية بارتفاع 14 طابقا وتبلغ المساحة الكلية المبنية للمشروع 7 ملايين و250 ألف متر مربع ويحيط به مواقف للسيارات تتسع لحوالي 5000 سيارة ويبلغ عدد الأسر بالأقسام الداخلية 1234 سريرا تغطي التخصصات الطبية العامة المتكاملة للكبار والنساء والأطفال وحدثي الولادة إلى جانب وحدات العناية المركزة والعناية بالقلب والحالات الحرجة وخدمات الأشعة والمختبرات وبنك الدم والصيدلة كما يضم المستشفى 131 عيادة خارجية تغطي جميع التخصصات وتقدم من خلالها الرعاية الصحية والخدمات المساندة وخدمات الإسعاف والطوارئ أفد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المفاوضات بين الروس وممثلي بلدات الريف الشرقي لدرعا حققت تقدما عبر موافقة ممثلي بلدتي بصر الشام والجيزة على الاتفاق الروسي ويقضي الاتفاق بحسب المرصد بتسليم المعارضة للسلاح الثقيل والمتوسط والإبقاء على السلاح الخفيف ورفي عالم النظام فوق المؤسسات والمراكز الحكومية وإعادة تفعيلها أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أنه لا سبيل لتحقيق أي تقدم في مبادرة الحديدة من دون انسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيات من الحديدة في وقت أكدت فيه مصادر يمنية أن المبعوث الأممي معتن جريفف سيتواجه مجددا إلى صنعاء وليس إلى عدن واشددت الأحزاب اليمنية في بيان لها على ضرورة التزام ميليشيات الحثي بالمرجعيات الثلاث والانسحاب الكامل من محافظة الحديدة وأفادت مصادر رئاسية في عدن أن جريفف سيزور العاصمة اليمنية لإصال رسالة إلى الحثيين بأن عليهم الانسحاب الكامل وليس المشروط من الحديدة وإلا سيتحملون مسؤولية تلك حذر الاتحاد الأوروبي من أن صادرات أمريكية بقيمة 294 مليار دولار قد تتعرض لتدبير مضادة في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات مع العلم أن هذا الرقم يساوي 19% من مجموعة الصادرات الأمريكية للعام 2017 للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة ترجمة نانسي قنقر